السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي الأوفياء فيديو جديد ونهار جديد نتمنى يربي لقاكم هذا الفيديو في أحسن صحة وفي أحسن الأحوال والياما كما تشوفوا تتمت الحلقة الأخيرة من مسلسل المكتوب خصوصا خوتي أنني لقيت واحد تفاعل كبير في الحلقة السابقة فاليوم جايب لكم حقائق جديدة ووقائع غادي توقع في الحلقة الأخيرة اللي غادي تكون صادمة ومبكية ومدمرة في نفس الوقت حقائق خوتي وخوتتي أنتم براتكم غادي تصدموا من اللي غادي تعرفوها خاصة على هند وعلى المهدي وعلى حاميد يعني صدمة 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 فابقوا معي خوتي وخوتتي وما تزبيش ونبدأوا على بركة الله أصدقاء الأعزاء غادي نبدأوا بحاميد حاميد كيف ما كتشوفو خوتي وخوتتي غادي يتغير كليا وما غا يبقاش هداك حاميد الطمع هداك حاميد اللي بغي الفلوس ولكن ما غاديش يبقى هوقا إلا من بعد ما غادي يتواجه مع سليمة وجها اللي وجه كيفاش خوتي فكيف ما كتشوفو كيف ما كتلكم في الحلقات السابقة أن ساني ما غا تقولي عنده واحد العلاقة زوينة مع عادي الولد ميلود واللي غا تكبل بالزواج حاميد من اللي غادي يعرفها كما غاديش يبغي وغادي يقولي يهدد سليمة كل مرة لأنه حتى هو في الأصدره ما زال كيبغي سليمة والنهار العرس ديالها غادي يهجم عليها حالين بالموس غادي يبغي يقتلها وتما غادي يدخله في واحد الشيجار اللي غادي يكون مبكي بالزاف يعني غادي يقول لي هنت يا با غا تزوجي وتعيشي حياتك وتخليني أنا مكرفص ومعدب والله لك لك هداك النهار وغادي نقتلك سليمة غا تقول لي أنت اللي أنا كتكن بريك ولكن أنت اللي ما وفيتش بيا وانت اللي كنتي شفار وكنتي طماع وكنتي وكنتي مهم غايتواجه وغايفشو قلوبهم على بعضياتهم حاميد غا يقول لها أنتو ما السبب لأنكت واحد ما كان كيبغي مفادي في العائلة كلكم كنتو كتمسحو بيا غير رجليكم وش دليا نقطع لك وغادي بقاو مع بعضياتهم في الأخير لا هي غا تبكي وهو غادي بكي وغادي يعيش واحد المعاناة اللي من وراها غادي نشوف أخوتي واخوتاتي أن حاميد غادي يمشي للجامع وغادي يقول لي صلي وغادي يكفر على الدنوب دياله وغادي يرجع يعيش هو بنته تورية وعفوا هو تورية وبنته اللي معاها ولكن حتى هيدوز واحد الخطوات ديال الشر واحد الخطوات ديال الانتقام غادي دخل محسن للحال يعني غادي دير بزارة الحواج خيبين وفي الأخير غادي يقول إن الله غفور ورحيم وفعلا غادي يتور أما أخوتي كيف ما كتشوفوا فميلود من لي جاء جاء وجاء معا حقائق كبيرة اللي غادي تكتاشف أول حاجة ميلود بعدها باش تكونوا عارفين ميلود حتى هو جاء لغارد غير الفلوس يعني ما عنده تشي غارد لبنته لبتشي حاجة غادي تعرفوا علاش وغادي نقول لكم هنا أخوتي واخوتاتي لغانا غا تكون صدمة لكم ميلود رجع لهدف فقط غير الفلوس وغادي يكتاشف معا حقائق كثيرة من ضمن الحقيقة اللولة هو أنه سمح في الشيخة حليمة على جوش الحواج سمح فيها اللول أنها كانت كتدير تشياخت وكان رافضة دلمينة ديلة تشياخت وكان كيجري أهل صحاباتها ولكن الشيخة حليمة مهنة الشيخة عندها في الدم يعني ما قدراش تخلي عليها وأيضا نسمح فيها على قبل أنه أصلا الشيخة حليمة ما كتولدش وهذا حتى هو دافع اللي خلا ميلود أنه يهاجر ويغادر للبلاد فميلود أخوتي واخوتتي عارفت الحقيقة وعارف أنه هند ره ماشي بنته ولكن كيمثل هذا الدور دي الأب على قبل الفلوس فقط لا غيره وهنا أخوتي في الحلقات الأخيرة من اللي غادي تعرف هند الحقيقة والحقيقة المرة أن ميلود ماشي بباها غد تضم واحد صدمة كبيرة وغد تقول لهم حتى واحد ما كيبغيني وكل واحد وعنده غرض فيها فضوق ميلود أرجع علق بالفلوس هند الشيخة حليمة كدفع في بنتها علق بالحتيال الفلوس دي العائلة المعطاوي كل واحد وعليش بغي هند وهذا غادي يكون واحد صدمة كبيرة لهند اللي غادي تقول في واحد دوامة دي الأكتئاب وكيف ما شفتوا هي من البداية دي الحلقة وهي غير مكتائبة وهي غير مدمدمة وهي غير مستوها وهي غير ما عارفاش أشنو غدا تدير فضونك غادي تخلطوا على العرارم كاملين وفي النهاية الحلقة الأخيرة أخوتي واخوتتي غادي نشوفوا هند هزا الصورة دي العمار وكتعرف كل شي العائلة مجموعة وكتبكي حتى من الممثلين يعني القصة الأبطال اللي كانوا كيمثلوا هديك اللقطة كلهم بكيوا من تأثير صدمة لأن هند غا تبقى هزا الصورة وعمار غا تقولوا بتواحد ما كان كيبغيني في هدا الدنيا من غير عمار عمار هو الوحيد اللي بغاني وبغاني كيماءانة فقيرة عادية بنت مديرة ولكن بتواحد ما كيبغيني كل شي غا يبكي وفي تما في هذه اللحظة هند غا تلاح خوتي في المسبح وغا تنتحر أمام الجميع تم خوتي واخوتتين من اللي غا تنتحر هند أول واحد غا يغوث هو المهدي لأن المهدي في الأصل هو را تيبغي هند ومعمره منساها ولكن كان المشكل دي لأن ناسيمة الضيع بنيدي خلاه أنه يبقى تبعاء وحاضيها ومخبي الحب دياله لهند وما مسترطاش لأنها جابت ولد لأن ذاك الولد عارفه أنه ماشي ولد عمو عاد أنه كيحس بعقدة الدنب أنه بسبابه بتهوى باش بات عمو ناسيمة ثاني غا تصدم صدمة كبيرة وغا تتعرفت أني هاد الحقيقة اللي عاد رجعت المجاري مع المهدي وعاد ثاني والذات كتبغي خصوصا من اللي دار مع هدق الفلاش الزوين غا تصدمها ثاني صدمة قوية في حياتها المهم خوتي أخواتي بالنسبة للميلود كيف ما قلت لكم ميلود را غا تتاحد هو أول باتول على الشي خحليما لأنه فقط عنده غارد الفلوس وبس يعني هو جايا غير على قبل الفلوس خصوصا أنه مكان لف الحفز لوالو هو فقط تزوج بمرتو الثانية على قبل أنها تصيب له الوراق وسترها على قبل أنها يكون بورقاتو في الطاليان يعني دائما ميلود حتى هو في الأصل ديالو را غير طمع وفي مكان الفلوس را تتابعها ميلود اللي غا تيكون واحد الشخصية قوية في المسلسل لأنه غيأثر على عادل وغيأثر على هند عادل أنه غا تعرف أنه ماشي ببا ونفس الشيء هندة هو غا تتاهي غا تعرف أنه ماشي ببا وغا تكون صدمة لهم بجوج يعني غا تصدم من اللي غا يعرف راسهم أنهم خوط وغا ديالله تكون ديك العلاقة الأخوية شوية غا تصدم أنهم مشي خوط وخلاص من اللي غا تصدم أن تاه هند يجب عليها في الفن. فهم خبي اوراق. هاهات الاوراق كلهم اخوتي واخواتاتي الباتول هي اللي غادي تكشفهم. لان اللفعة هي عندها الغرض فقط انها تهرس تقسم الطهر للشيخة حليمة. وفعلا غتحقق المراد ديالها. وغير بالفن وغير بالمهل كيف ما تنقوله بالمهل كيتاكل بودنجال وهدي الخطة الجهنمية اللي بادية بها الباتول وكيف ما كتشوفوها هي رمض ريفة ما بوالو رفقت كتكوي غير بالبارد ودائما هادك الاكسسوار اللي ديرا ديال الحلقات ديال اللفعة ما عمرو ما كيف فارقها يعني كتب صنب العشرة وكتقوله أنا لفعة وباقة لفعة ومش شوالو طرح غادي سخون خوتي